بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم سكير عبدالعليم مهندس برمجيات وهنكم في دورة نجياس أو ناست والجزء الثالث من ميكرو سيرفيس أرشتيو سنواصل ووصلنا إلى وضع كل التطبيق في دوكر وثم استعمال قاعدة بيانات هذا الذي ينقص كي يتحصل على نفس الرجل الموجود في دروس ميكرو سوفت دوت نت كور الذي قمنا بها بنفس الشيء ميكرو سيرفيس مع دوت نت كور عن طريق أوصيلات وعن طريق دوكر كومبوز وأيضا عن طريق الجابا أيضا اسمنا نفس الشيء أيضا دوكر كومبوز وعن طريق سبرينج بوت وسبرينج جاتوي سنكمل إن شاء الله إذا وصلنا قلنا أن في الدرس السابق عملنا Swagger وقلنا أن نستطيع إضافته إلى API Gateway وهذا ما قمت بفعله إذا ضفت Swagger هنا في API Gateway الدرس موجود في القناة تريدونه في دورة النجية يعني لا ذاعي لتضيع الوقت يعني عملت نفس الشيء المذكور هنا في هذا الدرس Swagger في الناد أين هذا الدرس Swagger في النجية نفس الخطوات التي قمت بها الموجودة في الدرس قمت بها عن طريق API Gateway لأن المشاريع الأخرين هي ناس جيس وتعلمنا كيف نضيف Swagger في ناس جيس أما هذا يبارا عن نات جيس ومشروع نات جيس فتجدون الدرس عن قناة بعد ما أضفت Swagger سنجرب الآن ومشروع نات جيس ومشروع نات جيس ومشروع نات جيس أعمل Swagger وكما تلاحظون أعطاني Swagger للproduct نستطيع إضافة أخرين أقوم بإضافة الباقي فقط أضفت الproduct فقط ونعمل execute وما تلاحظون port هو 7000 يعني هذا المشروع هو API Gateway واتصلت بالproduct وكما تلاحظون أعطاني قائمة product يعني نعملنا في درس سابق هو product Swagger وهذا product Swagger هو port 7000 يعني هذا عبارة عن Swagger الخاص بمشروع الميكرو سيريس product يعني ليس هو API Gateway إذن في مشروع API Gateway لابد من أن نذهب إلى Swagger JSON ونعطيه كل تفاصيل يعني هنا ماذا قمت به قلت له اتصل بالproduct تجد هناك getAllProduct هي method تستطيع الوصول إليها عن طريق هذا الكي وgetProductById وكل يعني هذا الكي الخاص بها ويشغل على المكان الفلاني إذن كلها ستضيف هنا customer ستضيف الorder كلها يعني في هذا الملف الـ JSON يدويا يعني هنا سنضيف الأمور يدويا لأننا سنجح Swagger JSON وهذا ما شرحت لكم في درس نجية استجدون كل تفاصيل في درس Swagger نجية ستجدون كل تفاصيل في درس بعدما انتهينا من كل هذا قلنا أننا سنضيف Docker لكل تطبيق من هذا التطبيقات ثم سنضيف قاعدة بيانات MongoDB نبدأ بالـ Docker ونضيف ملف لكل مشروع كل مشروع سنضيف ملف سنقوم بإضافة ملف اسمه Dockerfile وتعلمنا في درس Docker كيف نضيف مشروع نجية جياز كيف نضيفه في Docker أو في container الموجود في Docker سنضيف ملف اسمه Dockerfile عن طريق Dockerfile فايل طبعا سنضيف بعض التسجيلات أو بعض التعليمات التعليمات التالية هي أننا سنثبت نود يعني إيماج هناك إيماج اسمها نود وشرحنا ذلك في درس Docker Node.js وتعلمنا كيف نثبت وإن نجد إيماج يعني الخاصة بالنود هي في Docker Hub وقلنا له انقل جميع الملفات JSON باكيج JSON في راسين لهذا الكنتينر ثم أعمل install لإسترجاع كل الليبري استعمل copy لسورس يعني كل هذا السورس وأعرض هذا البورت لكي يشتغل عليه هذا الكنتينر او الكنتينر هذا في Dockerfile إذن ونفذ تعليمات npm start مثل ما ننفذ هنا المشاريع npm start هنا عندما نكتب npm start إذن سنقوم بنفس الشيء هنا عندما يتنتهي سيقوم بتنفيذ المشروع سنعمل نفس الملف هذا الملف في المشاريع الأخرى إذن order نفس الشيء سننشئ ملف Docker ونكتب فيه نفس تعليمات بقطة الport الذي يختلف هو 7003 إذن سنغير أيضا في customer نفس الشيء و 7002 يعني كل ميكرو سرفيس سيشغل على port معين وممكن عند سيرفر آخر يعني ليس بضرورة هنا في Dockerfile لكن ممكن أن نغير سيرفر يعني Dockerfile يكون في سيرفر آخر المهم هذا API Gateway سيكون في port 7000 هذه المشاريع إنشأنا Dockerfile في كل مشروع ميكرو سرفيس الآن علينا أن نوحد هذه المشاريع يعني الميكرو سرفيس أو هذه المفاهيم هذه كلها تعليمات كلها في أوركستراتر يعني في شيء سيقوم هو من يقوم بالتسيير لكل container وتحدثنا على كيبرنتيس تحدثنا على كثير من الأمور ومن بينها Docker Compose إذن Docker Compose سيقوم يعني تسيير بسيط وذلك Compose شيء افتراضي يعني موجود في Docker يعني مطلحات موجودة ندعي إلى مكتبات خارجية مثل كيبرنتيس أو شيء آخر هو سيقوم بتسيير هذه الـ container كل مشروع سيقوم بتسييره كل container سيقوم بتسييره من هو الذي يشتغل الأول من هو الذي يشتغل الثاني من عندما يعني يكون مشكلة في الأول من الذي سيغيره أو يكون في مكانه إلى آخره بعض التعليمات البسيطة الموجودة في Docker Compose لا نستطيع عمل به أشياء كبيرة مثل كيبرنتيس لكن على الأموم هو شيء بسيط يقوم بإنشاء ميكرو سيرفيس يعني مشروع ميكرو سيرفيس كامل أوكي إذن لتعامل مع Docker Compose لابد من ترسرون لابد من إنشاء ملف Docker اب when إذن هذا الملف سننشئه في الراسين هكذا سيتعامل مع كل Dockerfile الموجودين هنا هنا Dockerfile Dockerfile إذن هذا Docker Compose سيعتمد على Docker Compose يعمل ونجد به بعض التعليمات التي سأشرحها نعطي إصدار ثم نقول له سرفيس الخدمات ستكون يعني قائمة الميكرو سرفيس ستكون على التوالي إذن هناك ميكرو سرفيس اسمه Orders إذن عندي ميكرو سرفيس اسمه Orders أعطيه الصورة هذا الاسم الذي سيكون للصورة عندما تنشئ تعمل Build ستعطيه هذا الاسم ستجده في مجلد Orders Dockerfile إذن سيجد ملف Dockerfile هنا في Orders Dockerfile أين هو Dockerfile هنا ثم سأقل له الport هو 7003 أوكي هذا عن Orders بنفس الطريقة سنوضيف كل الميكرو سرفيس الموجودة في المشروع أوكي إذن المشروع الثاني هو Custom المشروع الثالث هو Product على الport 7002 7001 والمشروع الأخير اللي هو الإجمالي يعني الذي سيكون خدمة تجمل كل شيء اللي هي Gateway وشرح له إذن هو على الport 700 وأسميه بالاسم هذا نفس التعليمات تجده في المجلد ولاني تجده في المجلد هذا أنشأنا Dockerfile يمال انتبهوا يعني من الاسباس أو الأخطاء الإملائية في هذا الملف يعني شديد جدا في الأخطاء الإملائية إذن انتبهوا هذه ميكرو سرفيس واحد، اثنين، ثلاثة كل شيء تمام الآن سنقوم بتثبيت بلوغين في Visual Studio Code VS Code هنا سنقوم بتثبيت بلوغين لعرض القنتينر أنا قمت بتثبيته كما تلاحظون هنا يعطيني Docker Container وDocker Image وتجدونه في قائمة البلوغين تكتب Docker وDocker هذا Docker Explore تقوم بتثبيت وسيعطيك هذه الصلاحيات يعني التعامل مع Docker تستطيع الحذف تستطيع إضافة إلى آخره كما تلاحظون لا توجد عندي ولا صورة ولا مانتينر الآن التعليمة التي تسمح لي بإنشاء إماج هي Docker Compose Build نتأكد أننا قمنا بعملية Save لكل الملفات خاصة هذا الذي غيرته وهو ردعك Docker ردعك ثم أقوم بتنفيذ كما تلاحظون الآن سيقوم بإنشاء صورة لكل ميكرو سيرفيس سنتحصل في الأخير هنا في الصور القائمة لكل ميكرو سيرفيس صورة إماج لست أدري هل المصطلح صورة يعني ينتبق على Docker Image يعني المصطلح هذا إماج وإماج هي صورة بالفرنسية وبالإنجليزية Image صورة لكن هل المصطلح صحي بالعربية أو لا الله أعلم المهم إذا كان هناك خطأ في هذا أعلموني من فضلكم في Command سننصدر حتى يقوم بالتثبيت هو سيتخذ وقت لهذا أنا عندي يعني كما تلاحظون ضفنا بلوغين لمراقبة الكنترولر لكن بما أني ثبت Docker Desktop إذا أن هنا هذا الDocker سنستعمله أيضا سننتظر قليلا ترجمة نانسي قنقر كوستو مور أوردر ننتظر في البردكت الآن سيضيف صورة هنا ثم الـ Gateway ها الآن انتهينا وضع سكل مشروع بـ orders, customer, project و API Gateway كلهم إيماج الآن سنحول هذه الصورة إلى container هناك تعليم بـ App مثلا ستقوم بعمل كل شيء انتبهوا هنا إذا كانت لدينا قاعدة بينات لابد أن تكون قاعدة بينات هي التي تكون في الأخير لأن الـ Link عندما يكون لدي مشروع API يطلب قاعدة بينات سنتحدث عن ذلك عندما نثبت قاعدة بينات أيضا هنا الـ API Gateway لا يستطيع أن يشتغل لابد من أن يكون هو الأخير سنشغل كل الميكرو سيرفيز ثم الأخير API Gateway أعرف من هو الأول عن طريقه موانده لكن الأخير ربما مؤقل عليكم مشاهدة دوكمنتاتيون الخاصة بالدوكر لسؤال كما قلت أن هذا عمل الـ DevOps والمبرمجين نحن نتعلم فقط الأشياء دبازي الأشياء بسيطة جدا سنستطيع الذهاب إلى هنا ونقوم سيقوم الآن بتشغيلهم سنشاهد هل تم لماذا الـ Protect لم يشتغل إقرار إقرار في الـ Protect سنشاهد سنشاهد سنقوم بحذف سورة الـ Protect سنعيده لأنه أظن أن الـ Dockerfile غير صحيح سنشاهد السوق لماذا لم يحضر سنقوم بفرس سنقوم بفرس أه أعمل بحذف أكيد شكرا نزيل المشكلة أظن أنه عندما جربنا الـ Protect يعني فتحنا الـ Port يعني الرسالة واضحة يقول لي أنه الـ Port سبعة لافة واحد و سامان سنعيد التشغيل من هنا بما أن الـ product سيشتغل أكيد سيشتغل الـ API لأنه هو متركب على مجموعة ميكروسات الآن نفتح نجرب المشروع جيد جداً نجرب هناك مشكلة نعم هناك مشكلة لأن الـ localhost لا تشتغل هنا لا نستطيع طلب من الـ API Gateway الـ localhost لـ 7000 للـ product نسيت أن نغير بل نكتب أسامي هذه الأسامي أسامي الـ container هنا هناك الـ container الـ product إذا ما عندي الـ product اسمه ميكرو وقوم ميكو ميكرو لكن العنوان لا يوجد localhost لابد من طلب الكنتينر نضع اسم الكنتينر واذا كانت قاعدة بينات سنضع اسم الكنتينر الخاص بقاعدة بينات لا نكتب حتى في connection string لابد من تغيير يعني نضع فقط اسم الكنتينر على عموم سنعيدها في الدرس القادم لان الوقت تأخر سنجرب فقط الـ product نتأكد ان الامور تشتغل يعني نضعه product في سبعة لاف واحد وهذا هو product swagger وسنجرب كيف سيشتغل كما تلاحظون اعطاني data اذا الـ product يشتغل سنستطيع تجربة كل يعني هنا لماذا يشتغل لاننا نستطيع يعني الوصول اليهم عن طريق ليس عن طريق container عن طريق المتسفح لاننا نستطيع الوصول اليهم لكن هنا لابد ان نكتب اسم الكنتينر وبعد ذلك نعمل build ونتحصل ال API gateway الذي بدوره سيطلب كل url يعني يطلب container والport container والport container والport container والport حتى قاعدة بينات كما قلت تمنى ان يكون الدرس واضح الى الدرس قادم ان شاء الله سنعمل MongoDB ان شاء الله سلام عليكم اشتغل 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 اشتغل